بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في ظل هذه الظروف الراهنة وهذا الحدث العالمي منتشار فيروس الكورونا تنتشر الإشاعات هذه الإشاعات التي تصيب الناس بالقلق والاضطراب ونشر الأكاذيب والأخبار غير صحيحة ينبغي على المؤمن أن يتثبت عند نشر أي خبر لأن هذا أصل شرعي كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا علينا أن نتبين أن نتثبت وأن لا ننشر كل خبر نسمعه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عد كل ما ينشره بعض الناس اليوم إنما هو من الكذب قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع مجلس ديوانية بمواقع التواصل الاجتماعي سمع خبر مباشرة نشر هذا الخبر تثبت هل هذا الخبر صحيح؟ هل هذا الخبر فيه مصلحة للناس؟ أم فيه نشر للخوف والذعر والقلق والاضطراب بين الناس؟ فحبنا لبلدنا وكذلك حبنا لديننا يدعونا إلى أن نتثبت في الأخبار وأن لا ننشر كل خبر يصل إلينا أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الكويت وأهلها وشعبها وكل من يعيش على أرضها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر